من الربطة الى النادي الالي ومصدر في النادي الالي قال لنا في رقم 10 ان بيرستاو بنسبة كبيرة جدا مش هيلحق مبارتي الاتحاد المنستيري في دور 32 ببطولة دورة ابطال افريقا بيرستاو لسه بيتجهز من اصابته في العضلة الامامية والجهاز الطبي نصح باستبعاده من مبارتي الزهاب والاياب وانا رأي ايضا انه ازبر بيرستاو كانت اصابته كتير اول موسم من اللي فات عشان ما كانش لا هو بيزبر ولا الجهاز الفني بيزبر لا اصبر تماما عشان يبقى سليم معافة تماما تقدر تستفيد من بيرستاو وانا دائما رأي ان بيرستاو صفقة جيدة للنادي الالي بس الالي ما استفادش منها بس هو لعب جيد لو بقى سليم وبيشارك فعال مباريات كثيرة وربعض ممكن الالي يستفيد منه استفادة كبيرة جدا جدا مع صفقات النادي الالي الجديدة ممكن بيرستاو ينور ويظهر بشكل كويس بشرط انه يبقى سليم وهو بيلعب مايلعبش ابدا وهو مصاب او مش مكتمل الشفاء ده شيء من الاشياء المهمة جدا ايضا مصدر في النادي الالي قال لنا ان محمد محمود جاله اكتر من عرض في الايام الاخيرة جاله من البنك الاهلي ومن سيراميكا كليوباترا ومن سموحة ومن فيوتشر عشان يستعروه من النادي الالي الاعرب لضم محمد محمود على سبيل الاعرب هو نادي سيراميكا كليوباترا حتى هذه اللحظة يعني ممكن بكرة الامور تتغير ممكن الامور تتغير انا كنت مع الكابتن طارق العشر فيه تدريبات السموحة امس وهنزيع لحضراتكم النهاردة لقاءات مهمة جدا من تدريبات السموحة وفيه اشياء مهمة جدا كابتن طارق العشري معناك كابتن احمد مصطفى المنضم حديثة من الاسماعيلي الى السموحة هيبقى فيه كمان الهاني سليمان حارس كبير وحارس سريخي في الدوري المصري كابتن طارق العشري في هذا اللقاء قال لنا انه مهتم جدا محمد محمود مهتم ايضا بكريم الدبيس الصفقة الجديدة للاهل اللعب الشاب الجامل ودي دجلة انه هو يستعيرهم من النادي الاهلي الحوار كان فيه اشياء كثيرة مهمة جدا سواء مع كابتن طارق العشري او مع احمد مصطفى احمد مصطفى كان لاعب الاسماعيلي وتميز في وسط المرحة ومفضع جدا وكان بيلعب جينت البلجيكي كمان له تجربة احتراف في اوروبا واسموحة خده السنة دي عشان يدعم خط الوسط بشكل كوي جدا والكابتن طارق قال انه هو هيبقى لاعب من اللعبين المهمة لما كنا حضريني تدريبات مبارح وصورنا لقطات من التدريبات تدريبات سموحة اولا هو مميز جدا في التحركات هايل جدا وبيشوت كرات سابتة رائعة جدا كان في فقرة كده للكرات السابتة عملها بشكل رائع جدا يعني هو هيبقى من اللعب المميزة منورة جدا هو كان مشى من الاسماعيلي بسبب مشاكل ملايه مع النادي وليس الاسباب فنية ولكن هو من اللعب المؤثرة جدا ولهاني سليمان كمان اتكلم في عروض مهمة جدا جات له في الدوري هذا الموسم وليه هو فضل البقاء مع سموحة حوارات تبقى ممتعة جدا في النصف الثاني من هذه الحلقة الحلقة تستمتعوا بيها ان شاء الله زي ما قلت لكم ارجع تاني محمد محمود اصبح اقرب ليسير مياه كروباترة رغم رغبة كل الاندية فيه ضمه على سبيل العارة علما ان محمد محمود نفسه مش عايز يخرج من النادي الاهلي الاهلي عايز يخرج محمد محمود عشان شايف انه فنية ممكن ما يستفيدش به كتير المسم ده وعايز او عايزه النادي الاهلي ياخد فرصة مباريات ولعب كتير عشان يرجع تاني لفرميتو كان عنده اصابات عديدة وكثيرة للسوق حظه مش اكتر ولكن يعني الايام اللي جاي اعتقد محمد محمود هيخرج من النادي الاهلي اشتركوا في القناة